أهلا وسهلا من جديد بكل متابعينا في إطار سعي أمانة عمان كبرى لضبط المخالفات المرورية خاصة الخطيرة منها والتخفيف من الخسائر التي تخلفها حوالي السير تحدث بسبب هذه المخالفات تضيف الأمانة 11 كاميرا جديدة إلى الخدمة موزعة على مناطق مختلفة والآن إلى مزيد من التفاصيل مع الزميل أسامة العدوان والمتواجد في منطقة شارع الشهيد وصفي أتل زميل أسامة صباح الخير الكلمة لك وضعنا بصورة وتفاصيل ما يحدث صباح الخير مهند وصباح الخير لجميع المتابعين بالفعل كما تحدثت نحن متوجدين في العاصمة عمان وتحديدا في منطقة القاردنز شارع وصفي أتل مبنى الإدارة المشتركة التابعة لأمانة عمان أمانة عمان تشرع في هذه الأيام القليلة المقبلة بتركيب ما يزيد عن 11 كاميرا في مختلف مناطق العاصمة عمان وعلى عدد كبير من التقاطعات المرورية والإشارات الضوئية هناك العديد من الأسئلة لدى المواطنين سنترحها وسنتحاور مع مدير الإدارة المشتركة المهندس محمد الفعوري يطلعنا أكثر على هذه ويجيب على هذه الأسئلة صباح الخير مهندس الله يعطيك العافية تطلعنا أكثر عن تركيب عدد هذه الكاميرات موقعها الخطة ما الأهداف أول شي صباح الخير سيدي وهلو سهل فيك بأمانة عمان الكبرى يعني سيدي مثل ما تفضلت إلى 11 كاميرا مركبة ترى مش حنشرع بتركيبها حنشغلناها تشغيل تجريبي ما قبل ثلاث أسابيع فإن شاء الله رب العالمين بواحد ثمانية حيكون عندك تشغيل الفعلي لهذه الكاميرات بإذن الله سبحانه وتعالى طيب الخطة اللي أنتم ماشين فيها ضمن خطة أمانة عمان هل في هناك مزيد من الكاميرات؟ نعم بتعرف هذا آخر عطاء كان بينه وبين وزارة البلديات أمانة عمان الكبرى كان حصتها من هذا العطاء 51 كاميرا ورادار ثابت 51 كاميرا إشارة ضوئية ورادار ثابت حصت وزارة البلديات 81 كاميرا رادار ثابت وإشارات ضوئية المرحلة الأولى أمانة عمان كانت 19 كاميرا ورادار ثابت تم إطلاقها سابقا تشغيل تجريبة وتشغيل فعلي الآن المرحلة الثانية إن شاء الله رب العالمين 11 كاميرا ورادار ثابت شغلناهم بتشغيل تجريبي ما قبل ثلاثة أسابيع عملنا حملة إعلامية طبعا حتى ما قبل التشغيل التجريبي جميع المواقع زودت بشواخص تحذيرية شواخص أرشادية تفيد بوجود كاميرا السرعات على الطرق لأنه مثل ما بتعرف إخواننا المشاهدين بعرفوا كمان أنه هذه الكاميرات الضبوطات اللي بتقوم بضبطها هو ضبطين ضبط السرعة الزائدة وضبط قطة الإشارة الضوئية الحمراء فتم تعزيز الشوارع التي تم تغطيتها بهذه الكاميرات سيدي بشواخص السرعة وأيضا تم تعزيز التقاطعات والإشارات الضوئية بالشواخص التحذيرية وأيضا شواخص السرعة تفيد خلينا نطلع المواطنين بس وين تم تركيب هذه الكاميرات تحديدا يعني الـ 19 بتعرف هؤلاء الشغالات لهم ما يعادل ست أشهر فما بدنا نحكي عنهم خلينا نحكي عن الـ 11 كاميرا اللي تم تشغيله بتجريبة سابقا يعني في عنا بشارع القدس في عنا اللي هو ممتد من إشارات الإرسال نزولا باتجاه راس العين في عنا شارع الجسور العشرة في عنا شارع مادبة الشرقي ممتد من جسر الجويدة أو من دوار الجمرق خلينا نحكي باتجاه الجسر مادبة مع المطار بالإضافة لكاميرات وإشارات ضوئية موجودة على شارع مكة الإشارات الرابية وأيضا تقاطع شارع مكة مع شارع من الكفيصل بن عبدالعزيز طيب مردود هاي المخالفات خلينا نحكي للبلديات أم لأمانة عمان تحديد هلا أنا بدي أعطيك معلومة بس عساس نكون واضحين هلا المردود إحنا ما أم نتفرج له إحنا هاي الكاميرات تم اختيار مواقعها بالتعاون مع إدارة السير المركزية بناء على الإحصائيات هاي الإحصائيات زودتنا شو أعداد الحوادث بالمواقع اللي تم تزويدها بالكاميرات وعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن هذه الحوادث فاللي بعنينا بالنهاية بمقارناتنا سيدي أنه نقارن أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن هذه الحوادث بهذه المواقع ما بعد تركيب الكاميرات وما قبل تركيب الكاميرات عساس نشوف تعتبر الكاميرا وسيلة من وسائل السير يعني نحكي إنها تحد من الحوادث السير طبعا طبعا بكثير من المواقع سيدي يعني من ضمن الإحصائيات ومن خلال الدراسات اللي قمنا فيها بالاشتراك مع إدارة السير المركزية نزل عندي أعداد الوفيات والإصابات الخطرة الناجعة عن حوادث السير طبعا بعد مشيئة رب العالمين واثنين وعي أخونا المواطن ثلاث الإجراءات اللي بتقوم بها مانت عمان وإدارة السير المركزية الكاميرات أحدها سيدي في بعض المواقع نزل 25-30% طيب في سرعات محددة تم تحديدها لبعض الشوارع وبعض الطرق جميع الطرق مزودة بشواخص سرعة أنا حكيت تعزيز عززنا على أساس بالنهاية كمان أخونا المواطن قبل ما يفوت منطقة الكاميرا بمسافة كافية سيدي يلمح شواخص السرعة وكم السرعة القانونية على هذا الطريق جميع الشواخص مغطاة بجميع الشوارع عفوا مغطاة بشواخص سرعة سيدي وبأعداد كبيرة زي ما حكيت لك عساس أخونا المواطن بمسافات كبيرة ما قبل الدفول هل ستشهد العاصمة عمان أو مدخلها مزيد من الكاميرات في المستقبل؟ نعم صحيح في عنا مرحلة إن شاء الله قادمة يعني خلال شهر أو شهرين رح يتم الإعلان التجريبي عن تشغيل هذه الكاميرات في عنا أيضا 22 كاميرا ورادار ثابت داخل حدود أمانة عمال الكبرى شكرا للمهندس محمد فعورياتي نعم مهند هذه أبرز التفاصيل وهذا كل ما لدينا والأسئلة حول موضوع الكاميرات التي تم تركيبها على مداخل العاصمة عمان ومخرجها وبعض التقاطعات المرورية هذه كل التفاصيل والآن أنقل الكلمة لكم إلى استوديو هذا الصباح نعم أسامة الأدوان مرسلنا شكرا جزيلا وشكرا أيضا المهندس محمد فعوري ومدير إدارة المشتركة في أمانة عمال كبرى ونتمنى أكيد السلامة للجميع بوجود كاميرا أو بدون كاميرا ونتمنى الاتزام بالسرعات لأنها لصالحنا ولسلبنا بكل أحوال شكرا مرة جديدة أسامة